مرحبا بحضراتكم مرة تانية خلينا دلوقتي نروح لسؤال الحلقة وتعليقات حضراتكم خلينا فكركم سؤال الحلقة سؤال الحلقة هو ايه اكتر حاجة بتحسسك بالسعادة نشوف بقى بعض تعليقات حضراتكم فيه استاذ علاء هارون بيقول سبع الخير يا مستر احمد انت استاذة جمانة اكتر حاجة بتحسسني بالسعادة لما اشوف ابتسامة والدتي وهي سعيدة ولما اشوف برنامج سباح الخير يا مصر ربنا يخليك والله يا استاذ علاء ولما بيشوف بيشوفك يا مستر احمد ويشوفني ربنا يخليك والله وبيقول كل سنة وانت طيب وانت طيبين وقصر البنامج كلها بخير كل سنة وانت طيب وكل سنة وست الكل طيبة ويعني عيد ام سعيدة عليها بقى طبعا يعني صبح لنا عليها طبعا يديم عليك والسعيدة طيب فيه جهان المصري بتقول صباح الخير على اجمل مزيعين بصبح من الاسماعيلية اكدع ناس ويعني دايبا بيتابعونا اهلنا في اسماعيلية السعادة ان تفكر نسعد الناس في الايام المباركة وبقول لامي ست الحبايب كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي بصبح على امي واختي وزوجي وزوج اختي ربنا يحفظهم يا رب فيه شريف ابراهيم بيقول صباح العسل على اجمل برنامج اكتر حاجة بحس بيها بالسعادة في الصلاة عن نبي ومساعدة الناس في فعل الخير ورسم البسمة على مشوش كل الناس وتهديدا في الاستاذ لما شفت الغاية المحترم الخلوق الاستاذ احمد عبدالصمد اثناء وشاركته في كتف الكتف دي من اكبر اسباب السعادة علشان بنساعد فيها الناس ونتسبب فيها في سعادة الناس ونقدم الخير ونشوف السعادة في عيونهم يعني انا بشكرك انا اللي سعيد بالكلام اللي انت بتقوله ده طبعا وفي نفس الموضوع لسه جمان يمكن ناس بتتكلم على مبادرة كتف كتف فيه محمد عبدالعظيم العبد بيقول ياريت الكراتين بتاعت مساعدات محدودة الدخل تتوزع عن طريق بقالي التموين بالبطاقة يعني برضو انا عاوز اقول الحكة هو الموضوع مالوش علاقة ببقالي التموين لان بطاقة التموين بيتصرف عليها سلع غذائية لفئة او مجموعة من المستحقين ووفقا للشروط والضوابط بتاعت يعني وزارة التموين تحديدا لكن كراتين كتف في كتف والمساعدات الغذائية هي بتوصل للأسر المستحقة من خلال حوكمة البيانات اللي عملها التحالف الوطني للعمل الاهلي التموي تحديدا اللي بيضم 33 جمعية واعتقد وده جديد يا جمال احنا عندنا قاعدة بيانات واحدة بتقول كل منطقة فيها كام شخص محتاج من اهلنا اللي محتاجين والاولى بالرعاية فعلا والاولى بهذه المساعدات صحيح في باسم محمد بيقول صباح الخير عليكم اكتر حاجة بتحسسني بالسعادة هي رضا امي علي ثم عندي واحدة معوضاني عن حياتي دي كلها بنا خليه كل بعض بيشتري الرضا خلي بالك انا اصلا عارف لا الله لا خالص ماشي يا سود باس عن سابق طيب فيه شريف براهيم بيقول صباح العسل على اجمل برنامج اكتر حاجة بحس بيها بالسعادة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومساعدة الناس هو ده نفس التعليق اعتقد او نفس الفكرة اللي انتي قلتيها يعني ومساعدة الناس في فعل الخير ورسم البسمة على كل الناس في ما هو ده نفس اللي احنا عرينات ده جمال اه اللي بيقول شوفت رؤلت الدرجات دي نقيت مشهور الناس كلها شفيتني ولا ايه طيب عندي مبغني عن التعريف فيه كبان الاستاذ عبد المنع مجابالله بيقول صباح السعادة عليكم انا من المنوفية صباح الخير على حضركم صباح الخير على كل اهل المنوفية بيقول احييكم انا موجه الوغة انجليزية واكتر شيء بيحسسني بالسعادة والرضا عندما ارى طلابي سعداء في نهاية العام الدراسي وحصلهم على درجات علي سباح السعادة والرضا يعني ربنا يا ربي جزيك خير على فكرة التعليم وطلوع جيل جديد تم سقل موهبته بالعمل والمعرفة والاطلاع فده حاجة طبعا توابهة جبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى